كل على غادي ويافام هذا موعدكم مع كلام في الليلة والتسعة وعشرة دقائق وين ما تتابعوا فينا على موجاتنا على الفيسبوك على يوتيوب وعلى ايافام تيفي وين ما تصلكم صورة وصوت إذاعة ايافام هذا برنامجكم الاجتماعي اللي يمتد معكم طوال ساعتين من البث الإذاعي ساعة الأولى كما عودناكم تكون ساعة تحليلية بالأساس من خلال الأخصائيين اللي يكونوا حاضرين معنا هوني في الستوديو كذلك الساعة الثانية نبدأوا في استقبال اتصالاتكم الهاتفية الناس اللي تحب تحكي على التجارب متاحة في إطار طرح لموضوع واحد في كل حلقة هذا الموعد اللي يجيكم كل يوم التسعة للحداش نختاروا موضوع واحد باش نقطرو كل اتصالات الهاتفية اللي تكون حاضرة معنا في الساعة الثانية في الانتلاقة خلينا قبل كل شي نعلنوا على موضوع حلقة اليوم وليوم باش نحكيه على الانهيار النفساني اكيد موضوع قد يهم مجموعة كبيرة من الناس اللي يتابعوا فينا وقد زيدا يشاركوا باش يكون عندهم اكثر توضيح وتفسير الحالة المرضية هذية هل يمكن اعتبارها حالة مرضية نعم او لا ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وستة هذا الرقم لي مجروا على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا واتقدمونا التجارب متاعكم دي ما نقول انه مش ناس كلتنا جميعيش نفس التجارب لكن كلنا نجموا نتعلموا من تجارب الناس اللي حوالينا واكيد في البداية نحب نقول انه سوهير بن براهم في استقبال اتصالاتكم على ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سمعمية وستة في ايفام تيفين نلقاو كل من ايمان جدي ووئام برابح في الاخراج عزة تويتي يحذر معنا في الاستوديو الدكتور جاميل تقطق طبيب نفسي مرحبا بيك دكتور عايشك برك الله بيك مهم برشة اليوم بش نفسروا مجموعة من المفاهيم لانه فما برشة مفاهيم عنا مغلوطة خاصة من الجانب النفسي وقتلي نحكيه على انهيار نحكيه على ارهاق نحكيه على استخيس نحكيه على ديبخيسيون تقريبا برشة مفاهيم قد في بعض الاحيان يصير خلط في اذهان الناس اللي قادة تابع فينا الانهيار هو اللي نعطيه فيه مناش قاعدين نقبله منه يصير يصير فشل والانسان يتعب دونك نعطيه اكثر من اللي نقبله وهيك اللاتانت متاع انه نستنى والطرف الاخر بش يتعامل معانا بنفس الطريقة اللي نحن طرف ولا ولا ظروف ولا الوقت هذكا واحد يتعب لما كان يتعبوا يتعبوا ونصلوا اكيد باش نفسروا المفاهيم شوية اخر باش نحكي وشون فرق بين الانهيار النفساني والانهيار العصبي باش نفسروا فرق بين الارهاق والانهيار نحن نحكيو على الانهيار النفساني معنا مهم بارشا اي لانه المفاهيم مهمة حتى نجموا نقطروا كل مفهوم في كما تقول المشي طبيب عصاب اللي هو نورولوغ هو طبيب عصاب طبيب المخ والبسيكياتر هو هو طبيب النفساني سي دو زوز حويش كم بلتمان ديفيران دجا مهم بارشا اكيد للناس اللي قاعدين تابعوا فينا اذا موضوع حلقتنا اليوم نحكيو على الانهيار النفساني ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وستة هذا الرقم اللي نجم يخليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتتفاعلوا في موضوع حلقتنا اليوم اكيد التفاعل المتاعكم انتلاقا من الساعة الثانية الساعة الاولى كيما قوت لكم باش تكون ساعة تحليلية باش نمشي والفاصل الصغير ومبعد راجعين باش نتواسط معاكم فليل مع فرح على ايا فام احلى غاديو رجعنا لكم في كلام فليل للناس اللي تابعوا فينا الكل اكيد مازلنا متواصل معاكم توا 9 و 15 دقيقة متواصل معاكم حتى للنحداش متع الليل على غاديو ايا فام في كلام فليل في البداية بما انو البرنامبر جاهدية قريب برشة من الناس لانو فمفاضاء مفتوح لكل الناس اللي تابع فينا باش تحكي على مشاكل اجتماعية نفسانية اا اقتصادية ولا غير هذا على حسب ما تستوجب يستوجب الموضوع المطروح في البداية خلينا نقولونه زميلنا قيس ابنينا يحيي ايمان الرزقي اللي تحتفل ب 29 سنة ويقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حيا بخير ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله يا ربي بطول العمر من قيس ابنينا زميلنا الى ايمان الرزقي وان شاء الله كل عام وانتي حيا بخير هذا قوس فتحناه انسكروه نرجع لموضوع حلقتنا اليوم الانهيار النفساني كنا في البداية احكينا تقريبا ما الفرق بين الانهيار النفساني والانهيار العصبي كنا ندخلو اكثر تفاصيل في اطار موضوع حلقتنا اليوم هل يمكن اعتباره مرض نفساني هو لزمناه نعته الدفينيشان انتع مرض نفساني اي او الحاج انا نبقى لدو ملادي كنته يمي سوفرانس في معنا فيما الام تألم انا لا يخص الانسان هو بدو العبد هو بدو معناه انطوك وإلا السيدة ذاك ولا السيدة قاعدة الفيسو في غليزوت. مدامنا في لوكادر هدايا نجم ونعتبروه مرض نفساني. ها بش نقول لك هنا عليش سألتك هل هو يتم اعتباره مرض نعم أو لا. عادة للأخصائيين ولا الأطباء النفسانيين اللي يكونوا حادين معنا هوني في الستوديو وقت لي نحكي على آآ معناتها انهيار وإلا إرهاق وإلا غير هذا يقول لك لا هدايا مهوش مرض لأنه في كلمة المرض في حديتها تمرض وفي إطار اختيار الألفاظ وكنا حكينا شوية في القوف قلت لي الحاجات اللي ما نجموش نعبرو بيها نعبرو عليها كمراض هي الحاجات اللي ما عندهاش علاج لكن بالنسبة لي موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الانهيار النفساني عنده علاج بسور عنده علاج والحاجة الثانية بتاتي اللي ما ما قلت هاش سا ديبان دو دولة دوري متاع القلق هذك فما خلت فما ينجم يكون القلق ترانزي توار بشي تعادل مؤقت مؤقت بنحسبوهش مرض ونجم يكون سوغندير على كالك شوز اللي هي بشي تعالج هي بشي تعالج مش هو بشي تعالج ونجم ونجم في فترة معينة كالسفرانسة كنا قبلوها أما كانت دوم في الوقت وتبدأ عندها دري بيركوشان مع الناحية نفسية وعن الناحية البدنية ومن ممتون من نجم نعتبروها كالمرض به اذا مهم برشا وقت اللي ينجم يكون مؤقت واللي يكون مستمر من حيث الحيز الزمني ولا ينجم يكون فما ان لي ما اخر داخل في الموضوع اللي يخلي او يؤدي الى انهيار النفساني اذا احكينا على التعريف وقلنا انه الانهيار النفساني وقت اللي نعطيه اكثر من اللي نستقبله في فترة ما يصير هالانهيار اذي وقت اللي نعطيه نبدو نستنيه في حويش وقلنا نعطيه مثلا الو في الانهيار النفساني في الانهيار البوزمان فما ما يحدث عن طريقه لام. Chic فما التابع الانهيار They have 3 тип عموشونل Mmhmmة وانه الموضوع المال يوجده معروف بالكلمةcas كبيرة في العمل fore своيناعدي الفعل被 اقوم بнесم المال بريحة ولكن الغمنا هذي تعت SAND لكن هل انه الانهيار البروفيسيونال او البرناوت اللي عبرت علي او الانهيار العائلي ما يقديش الى الانهيار النفسي وكأنه فما رابط بيناتهم بيشور وقتلين انت تبدأ في العائلة تعطي اكثر من اللي تستنى وإلا في الخدمة بتاعك هداك بشي عطي الانهيار النفسي ستون كونسيكونس وإلاون كمبليكاشون وتابعين بعضهم تابعين بعضهم فما فما رابط معنك بالنسبة للانواع وقتلين نحكيه على انهيار نفسي قد يكون صادر عن عوامل خارجية بعيدة عن العائلة او العمل او قد يكون صادر من العمل في حد ذاته اللي وصلنا الى الانهيار النفسي او يكون عائلي وكيف كيف يوصلنا الى الانهيار في العمل وكأنه فما ديز المان دي كلانشاتور دونك فما طرف خارجي وهو اللي قادر انه يوصلنا الى هذه الحالة المرضية اللي هي الانهيار النفسي وهذا اللي خليني نطرح السؤال الجانب الوراثي عنده دخل في الموضوع هدايا الجانب تاع البنية الشخصية متع السيد ولا السيدة اللي عندها الانهيار فما ناس كي سون بلو بخي سبوزي باش يكونوا سوستيبتيب للانهيار البنية الشخصية البنية الشخصية هي شنية البنية الشخصية كي ما مش تقول مانا كل واحد فينا في الميكانيزم دو ديفونس متاعه اللي يتعامل بهم عنده من غير جوجمان عنده دو ديفو ساعة ساعة يبدأوا الميكانيزم اللي يخدم بهم في البنية الشخصية متاعه ريجيد ما ينشم يتصرف كم مناحية واحدة مثلا مثلا يبدأ منظم يسر كل حاجة تبدأ ماهاش مسطرة ماهاش في بقعتها ماهاش في وقتها تقلقوا ولغي بتيشون تاكي القلق هذاك يؤدي له الانهيار. شيء بي. بي؟. بي. دونك ما فهمش هنسخة نفلك سبلي تاكو. فنيه كاري يستيريوتيب. سبري تاكو ماهاش كل حاجة لوميكانيزم متاعه هو بيتو. كيما ليوم كيما لعنذاب سورتو سورتو. وإلا وإلا ترخي Unmechanism Defense مثلا الي معروف زا تبارس مش ميكاني معنا ان تريد كاركتيرو. مسؤولة بالتحجم في كل الأسئلة يجعلون أن يسوى في ذلك مجددا هذا الحاجد يمكنه أن يتكون هناك اتباع القوات في شيء وضع معرفة مجددا يجعلون أن يجب أن يتصابه في توقيت كالتحجم معرفة مجددا يسوى أن يتصابه ويؤدي إلى حالة الانهيار هل النشأة مهمة أنه تنجم تهيئ لنا مراهق أو طفل غدواء ينجم يعاني من الانهيار النفسي زين فاسلك أكثر دكتور لأنه في بعض الأحيان يمكن نلقاوا كل ماما بول الأم معنا العائلة والعائلة والكونسيرفاتريس وما تخليش ولدها يتعرف أو يدخل في وسط المجتمع يتأقلم دي ما هي اللي تحدد له كل شيء تحدد له حياته حتى لشوى متاع حياته ينقص تجربة نقص التجربة ولافخة جيليتي في حد ذاتها هذي قادر أنه توصلنا إلى شخص غدوة يقدر أنه يعاني من الانهيار النفساني طوفي الليزيكسبيكيشون جني غالب على مرأة بسيفة عامة يقول لك فما ترافاكتور ترافاكتور كي تدخلنشوا الملادي وترافاكتور اللي هم يعانوا في العلاج تعمر ترافاكتور اللي هي نوشان دو ميدسين انتل ما كنتش نختمو بها نوشان بتاعت الطب باطني نوشان دو ميدسين انتل خاطر خاطفاكتور اللي هو ميدسين ليس لا ميداكتور الآن حدود المتاحة مش مفهومة فما نوشان دو لب بيولوجي كي نقول ببيولوجي معناها فما لكاركتر إردتار نوشان ثانية هي نوشان psyكولوجيك البنية الشخصية متاعو كيفاش تربى فاش المحيطي تربى فيه أمو كيفاش كانت بوه كيفاش كان هذيه الكل اللي نعرفوه والنشأة متاعو والعائلة كيفاش كان يعايش فيها والنسيون الثالثة هي الاجتماعي دونك لاترياد بيو بسيكو سوشيال الانتريكاشون تحت لاتحواجه دوما هما ينباو اندوير وإلا ينباو برووكي الملادي في فريق الترايطة كيف cosa juقى دوما يجد كل شئلال الأمر نجل tentang تلوبيا دوسائل الأمر باف Gerryحة دوسائل الأمر باقي صوحيي وباقي س pretوكي وباقي دوسائل forgot إلينا نحن organism سيكون الصلاحة بنائية كانت محاس جاهلة كانت محاسستست every say طب�로 آير محاسد هذا لا يستطيع أنها تؤثر ولكن لا يستطيع أن نصل إلى الانهيار نفسي بما أنه لا نقول أنه هناك فكرة الانهيار لا يستطيع أن نعطي أكثر تفاصيل حول الأسباب التي تؤدي إلى الانهيار تقريبا نحكينا على الطب الباطني والانهيار لا يستطيع أن نتعطي في الانهيار ونفشي الباب معنا مالذي نفحم نجيو ونفحم بكتريال نرجع للاسباب اللي تؤدي الانهيار مميناها الأسباب اللي تخلينا نوصلوا الانهيار حكينا مثلا على النشأة الاجتماعية متاع الشخص قد هي تخليها يدخل في الحالة المرضية هذا بما انه ونحن حكينا إنه هو إنهي حالة مرضية، هل مثلاً لفات إنه تعتي برشة في الشغل ومكشغي سبسيب، حاجات أخرى لتنجم تأدي إلى الانهيار تخلي الناس يوصل لحالة المرضية هذي؟ فما دي فكتور ريال مثلاً فما دي فكتور فنانسي، فما دي فكتور الجانب المادي ويمكن صعوبة العيش اليوم مع الأسعار اللي قاعدة تمشي وتتزايد وتنسي غير قادر إنه يوفي بحاجاته الأساسية اليوم للأسف لأنه كل مرة نسمعه الزيادات وغير هذا، هذا اللي خلي زادة في بعض الأحيان يمكن الشخص اللي في فترة ما كان منظم عنده ميزانية معينة بش يتصرف فيها في وسط العائلة يلقى نحوا وخارج لك الميزانية هذي كأنه، كأنه لفتد من 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 أن كادغ أو إلا من سخطان؟ لألوا انهيار فما للمشكلة المشكلة المشكلة الوصل الانهيار هو فهو عدم القدرة من المريض على الادابتاتيون. مثلا نخلنا نقضي. المريض غير قادر انه يتأقلم معنى. يتأقلم. السيد غير قادر ان يتأقلم بشوالي مريض بعض. بشوالي السوفر ونطخلو وقتها في حالة مرضية. مايلا دي جون كيسان كابابل دوستادابتي. نحكيه من الجانب العملي مثلا. بما انو حكينا على الانهيار العملي. قلنا وقت اللي فما ديزاتانت. الشخص يمكن عنده امال او احلام كثيرة. وغير قادر انو يحققها. اذا فما بعض العراقيل في. لا يوجد موتيفاشون. في الكتير بروفشيوني. لا يوجد تشجيع الشخص. يقعد يقدم في مردود معين. يمكن لشاك مع تفشل في العمل. هذي قادر انو يوصلنا الى الانهيار. هذي من الجانب العملي من الجانب العائلي. اطلاق العنف ضد المرأة. اطلاق العلم ضد المرأة. اي امتحانيت ونحن في فترة امتحانيت. احنا انا جيني بريد. انهيار مش شاتين يظهرني. عنا كلمة حلوة. سريع الام ولا البو يحكي عنا باك سنة. حتى سنة ثانية عندي باك زيدا فداء. عنا باك. كل عام باك فداء. حتى من اول عام. من اول عام. وحنا مش نعدي والباك. ولمس ميديا. مالورزمان جو لدي. فعودة تلاو بسجئة من اول بالكل. يجيوا في الاخر دقيقة. في جمعتين ولا ثلاثة قبل الزيق زيق زمان. يواليوا لازم يشون الكل على الباك. يواليوا نصائح وقتها على الباك. وقتها على الباك. وقتها اللي حقم دي كونسي. ولا يوم تريفنشون. ولا يوم تريفنشون. حقها من اول عام. لديوا في جوان اول مي. دكتور جيت تعادلين اذا. لا 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 ايضا. احنا الكل لا كيف. احنا الكل لك. فننتظر. نكسينا. نحفظة بروباك ولا ساياة ولا دوزيان. صفر تلاو ساياة. لكن ننستطيع بروباك. نحفظة بروباك. وعيلة كيف كيف. كيف كيف. مرة ذييني مريضة. تسخيني بيدو بسيكياتر. جيت واحدة قلت بحكي لك على ولدي. اهي. بحكي لك على بنتها. بنتها عادة دي جيد دو موين. بقى بنتها بريوت. بش دي بولدها يعدي. عندو كتورس. اهي. قلت لجيبت هولي اليانا لويه. ما فهمتش مانا. بش يوالي يخلط منتاش. هذي 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 هم الدبيوت دو لانيا سكولير. اهي. الو تصور انتي كلو اللد هذي هذي هم. ايكي فاشي بشي عيش. لانيا سكولير تاع. طه ما نعرف كي حقيقة عن دة متعة. مانا يخشي السرس. هممم. بان اناذ كان الاندارة أو الاندارة كثير. او نسوم كثير. نس كول ـ ينسون كينا نسون كثير. كينا لديه. كيف يدد. او مقارنين من شخص و شخص اخر. كيف يدد. همم. لديه اكبر فاكتور ده في سترس انه يوجود اليوم في طول. ما فهم حتى غيرانك حا تتحول ولا ينجحش لودة هذك. طفلة ولا عشي. ولا يمشيوش. واللي عاملين مجهود كبير. هما يصخيروا ويعملوا فيه مجهود كبير ومجهود به. مباحد يفون سوئي في نيقب غسي بوزي. دونك لازاتان تمتاحهم اميلهم بعيدة عن الواقع. ليه تمتنج كون مش بعيدة عن الواقع. اما عيشة من غير استرس. حاول عيشة. حاول خلط الكلام سهر. انت حاول عيشة من غير استرس. بيوت يتركوا لازاتان تمتاحك وتتخلت عليه. بالنسبة لكي نرجع للجانب العائلي. المرأة المعنفة قادرة انها تخلط الى حالة الانهيار النفسي. بيانسور. 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 اي شورتو وقت اللي ما ترقاش موساندة. ايش معناها الموساندة? موساندة منيش جاه? جاه من عند العائلتها او الحاجة. اللي هي ما تحكينهم كان بعض وبعض. جنيرال مونح. اي. بتحكينهم بعض بعض اه اه بعد مدة. اي. اي. بش جيها من عند صحابها. اما كما ترقاش. ما ترقاش الموساندة. بش تمشي تشكي ولا ما عشو تعمل. فمت? اه بترقى روحها وحدها انسورتان ماما. ترقى روحها وحدها انسورتان ماما. ومغير حلول. ومغير حتى حل. مم. اذك لما تحكينها. بيانسور. 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 بالنسبة للمرأة المعنفة. والاطفال اللي يمكن عايشين في وضعية عائلية سعيبة. اه في وسط عنف او في وسط ظاهرة الطلاق. نجمو نحكيو انو حتى صغيرات قادرين يخلطوا للحالة المرضية الانهيار النفساني؟ بيانسور كيف 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 اما هذك هذكم سيبيخ خطر انهم من بالدغوات بغلي انا يترقى عايش في وضعية كيف ناكاكا ويعيشها بالكول بالإحساس بالذم والإحساس بالذم ومعندوش الحق لحكي فاها في مخور او نحكي لك مش مش في القانون هو القانون يبدو بعاد شوي سوف تولي جدد هذو سوف تولي جدد نتانا ويعرفوا الونسكو سوف يبين ديجا اما يعيشها بالإحساس بالذم وليقي برقوشون مش نشوفهم في الغيزيوتا سكولير في الكمبورتمان متاحهم في الكمبورتمان البرة من الدار بتشوفوش في الدار خطر انه في الدار عايش في رعب يبدأ ركع برنو بادير لابد في الشارع تشوفو حاجه اخر دوك كيف كيف سالامام شوز المشاكل المنجرة عن العائلة الموسعة زيدا كيف كيف قادرة انها توصل انهيار عسبي وفم نقطة مهمة هل انهيار عسبي نجم يمس الرجل كالمرأة بنفس الحدة وإلا يمكن المرأة عندها انسختين في خاجيلتي تتمس اكثر انا مرحبش نتخل في الدباء بتاع نساء ورجال لا نخطر ديما الراجل فم يعانده انسختين ريجيديتي معنتها عقلاني الراجل عادة يكون عقلاني والمرأة عاطفية لا 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 هذا كله كلم الفرق لا نبقى فالنجرة الفرق والراجل تمامي لا نبقى لذلك نرى ونسخيروه عقلاني ونسخيروه او 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 شادو دروحو لكن الفرق كنتجر مانتها وانتي تجي تشوف في الكونسلتاتات في المسيكاتري وانا نتوا نخدم مع ادارة في تونس حسين نعم جسفينو منسان متاحو في النهار كي نمشي مرة في الجماعة يجيوني ثمانية انسى حسولوا مكورية راجل بركة. راجل اكاو. ولي فعمل يجيو. كلهم يجو افك دي بروبلم. شون دي بروبلم دي بروبلم فاميليو يحبوا يحكيو يحبوا 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 يحكيو. الرجال لا لا باس الحمدولة معنا شي. صبا تو باس بياه. مسيلت عنا العقلية متاع انه الراجل يمشي لطبيب نفساني بالنسبة ليهم عيب او عار او هو يمكن عنده مشكلة نفسانية ما ينجموش يتقابلوا عادة خلينا نكونوا صريحين دكتور خاصة مع انت دان كوبل معتا بين الراجل والامرأة في بعض الاحيان الامرأة تحاول انه تخرج من بوطقة المشاكل والاستخيس اللي هي عايشة فيه ويمكن الانهيار النفساني لكن تتردد انها تمشي الدكتور نفساني وحتى كان مشيت تمشي بالسرقة عليش خاطر غدوة النجم تكون حجة ضد على اساس انها هي غير قادرة نفسانيا ما هيش قادرة انها تربي صغارة ايه نحكي لك بالمعمول به من ناحية الاجتماعية معتا تقول لك انا ما نمشيش خاطر غدوة يقول علينا مهبولة ما هيدي هي الاشكالية ايه اما كيتمشي اللي بسيكاتري فسالها اللي ما حطها مشكلة هي مجرد انها مشيت في حد في في عقول الواذهان الناس ايه انه يقول لك بيش يقول علي يا راني مهبولة قادر انه مثلا يمنعني من حضانة صغاري اذا في حالة في مخة ايه دكور دكور في مخة في الواقع ما موش موجود مفهوم الاجتماعي موش مشكل اما في الواقع ما هوش موجود دكور دو ما هوش موجود لسو المرض الوحيد المرض الوحيد اللي فيه نقرن ديفرانس في الكونسولتاشون نحكي في الدمان دو سواء بيشور هي الدبريسون مرض الاكتئاب عندك انا دو فام بوغانوم زوز زوز انساء يمشي وعديو والانكسيته كيف كيف بين التفسيرات يقول لك يمكن لفام اي بلو سنسيب انت القيمة والتفسير الثاني يقول لك الرجال رجال يغطيو بلا ماسكي يغطيو المرض الكئاب لو نحكي على مرضة ناي نحكي على مرض فهمني بالكحول والمخدرات بالإدماء 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 بلا اي تقول دو مي مي سوكي سرتا سيكي لفام تتعبر اكثر من الراجل تحكي اكثر من الراجل حتى كتمشي الكوبل في دارة نورمالة المراد تحكي اكثر من الراجل وتتكلم 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 وتتعبر وتحب تحدب وتتقدموا عندها ثقة تحس روح كالي قابل دافنسي حتى وسن دو كوبرا مش تحكي لها اكتر برسونل هي هي انتانك فام حتى وسن دو كوبل هي اللي قابل دافنسي اليوم كي نحاولوا نفسروا بعض المفاهيم شو فرق بين انهيار واكتئاب الانهيار لانهيار فيه بلزور سمتوم و الاكتئاب هو مرض المزاج الاكتئاب هو مرض المزاج والمزاج اعجاب الاكتئاب هي تريستيس دو الهمار لابس عليه لابس عليه ولا لابس عليها بسكو سي بلو فريقان قنا مشو بالفامينا تبدأ لابس عليها جي فترة تولي حزينة قالقة تبكي 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 تنعزل لا لا فما لي ما يبكيش فما ليوالي متوتر الإزولمان الإنعزال موجود تولي على عصابها برشة تولي ما ترقودش تولي تمسها تسمع حسها ترو بلدو كاركتر تركيز ما فماش الكيف ما عاش فما الكيف الحياة اليومية ما ما عاشها موجود لكن سيكليك معنتها دائم يدوم فترة معينة يدوم أما العائلة ولا هي تشلق معنا العائلة قولك شبهها شبيك تولي مهملة روحها مثلا كنت تسمع كي لا هي بروحة تولي مصاي بروحة هذو مكل سيدي سامتوم تا على الانهيار النفساني خاطر بعض باش نعمل وتفرقة بين مجموعة من المفاهيم للناس اللي سيسمعوا فينا كن برشة عبادة يسمعوا فينا عندهم بعض الحالات بعض السامتوم يعرفوش كيفاش يشخصوا وين يحطوه وين يحطوا اي وين يضعوا انفسهم خلينا نحكي على السامتوم عوارض الانهيار النفساني دكتور في حياته اليومية في حياته اليومية ترقاها متبدل مشكلة عادة الحده تكون اكثر في الناحية العملية وإلا ينجم يكون في المليو فاميليال عندما يخرج من المليو فاميليال تحسوا مخير مفراد خير في الدبريشون اللي قلت لك عليها الكيف يتنحن كل نهار في استاد كانت مغرومة بالخياطة مغرومة بالخياطة ولا بالتعطيب ولا بخدمتها ولا معاش مغرومة كيف متع الغرام ما عاش موجوده هذا بالنسبة بالنسبة اللي هو الانهيار ترقى 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 كيف كيف هما العوارض يشبوا بعضهم اما واحدة تبدأ ديسون موجودة لا أعلم في الانهيار في الانهيار دوم الحكاية تتوال تتوال ويزمع ويزمع ان شانجمان يزم حاجة تتبدل تتبدل بارابول الحاجة اللي خلاتها تن الانهيار كوشو سوا في الخدمة كوشو سوا مليو فاميليار ولا فما نقطة تحول كما نقولو اللي بش تخلينا انا دي غاسيني نخرجو مكل مكل الانهيار النفساني في المدى متاعو اطول من الاكتئاب عليش قتلي مشباهي الاكتئاب بالنسبة لفترة ستة شهور ومبعض بصيفة عفوية يتنحى قادر انه يرجع يمكن باكثر حدة وعلى اذا ما يتمش علاجو دابور دابور يرجع يرجع كما قلتتي باكثر حدة ثانيا كما الامراض بصيفة عامة الامراض الكلها بصيفة عامة كما تعالجاش تخلي مخالفات والامراض بصيفة عامة الكلية براورة اخرى لطاقة عامة المناثية عامة الانجين رضي السكري مثلا مزمن ما يبرأش ما يبرأش ast dépresion لان다가 نحكي عن الدابورة الدابور خاطر فامال السوفرانس عاليش انسان يبدأ فاكه السوفرانس هذيكا خطر نفتوه كنت للسوفرانس دابورة ديبليمينا وراو مش مش لعبة انا انا وزملايا بش يقول نتمنى ساقايا زوزو مكسر وما نتمنى الشي اللي نحس فيه. طبعش ما لا. ما لا. سيب بيخ بيخ قطعس من اون دولوغ فيزيك. كل كل سواء. عادة فما مجموعة من الاشخاص نجم تكون عندهم وجايع في جسمهم يمشي ويشخصوا حالتهم ويقوموا بتحاليل وما يلقاهم عندهم حتى اشكالية لكن الاشكالية كلها نفسانية بالاساس. هذه يعطيك صح فكرتني في. قال واجع. ما يشده ببقى بركة هاو مرة كتفوا هاو مرة ظهرو هاو مرة راسوا راسوا عند النساء شرتوا راسوا. وفي الثقافة بتاعنا الثقافة بتاعنا شرتون المعدة. اي. خانوا كل شي نعمبرو بالمعدة. ما نقولو عصب في المعدة رغم لي مفهمش عصب في المعدة هو فالحقيقة اي اي احنا نفرحو احنا نعمبرو بالمعدة. كان فرحنا ناكلو. كان حزننا ناكلو. دوء. اي لا لا نحكي سريع. في الكولتور في الثقافة متاعنا في الدولار في الوجايع. اول كاتيجورية متاع وجايع هي ومعها لدولار غاستريك المعدة. هذي كثقافتنا. ثقافتنا بماكلة. اذا هيدا فيما يخص الاكتئاب. نرجع للانهيار. في الانهيار كيف كيف رو? فما وجايع. فما وجايع. فما النوم. النوم كيف كيف. في الانهيار اقل. المريض ما يرقودش مليح. اما مش كما في الاكتئاب. في الاكتئاب. المريض يقول لك نقوم كيل مونجالة الاربعة اصباح. كما الورلوج بيولوجيك تتبدل. والوقت هو بيدو. اللي يقول لك نص الليل ودرج. اللي يقول لك ماضي ثلاثة ودرجين. بالضبط يقوم. بالضبط. اي. هيدا في اكتئاب. اي. وكيقوم كيقوم في المريض في الاكتئاب. كيقوم الصباح بكري. احنا نسميه يقوم وقتها الحالة بتاعبه برشا نفسانية. اللي عنده الانهيار. كيقوم الصباح. يقوم متقلق. يقوم. اما بعد. بعد وفورة مزور. المكتئب يتحسن في النهار. جدي بيه يتحسن مشابرة. خير شوي. خير شوي. لكن المنهار. المنهار زيد لأمور تتعقد. خاطر يبا يتركون فرانتي يا سو بروبليب لا. غير السمتوم هذو ما غير لوجيع غير يمكن انه من الاوجيع كيما قلنا في في الجسم. لمر زي دالي تتبدل هل فما دي سنتوم اخرين قادرين انه. التركيز قل التركيز. قل التركيز. هذو ما هو ما جانيرا ما هذو ما هو. ولو شانجمات كاركتير. شانجمات كاركتير وقت اللي كان زيدو مفسره اكتر مع انتا كان انسان حيوي جدا سوسياب اليسر يولي منعزله ويبدأ هكا فيشل. يتغش يتغش يتغش. يتغش. هذا كالشانجمات كاركتير معنا تبيعتو مع اشي يبيدها ولا ت? او بالنسبة للشخص اللي كان يتغشش برشة وفي فترة مية ولي يستقطب ومعتش يعمل غياكشون. فما فما مجموعة من الاشخاص يكونوا آآ ياسر يتغشوا متفاعلين جدا وفي فترة مية يتتبدل للتابعات. يا او كبرنا ادو رزن رزن ماش مريد. الحمد لله يا ربي نحكي على الاروحيانة. باي حاجة محميزوكا دكتور. خلينا نشوفوا الفرق بين الإرهيق والإنهيار. نحنا نشوفنا الفرق بين شوفنا الفرق بين شوفنا الإنهيار والإكتئاب معناتها الإبوزمن والا دپرسيون. تاو بشوفوا الفرق بين المساعدة لإنهيار والإرهيق والإنهيار والاقرب بين شوفنا في سرنا. محميزوكا دكتور، أدو رقم بشوف Yو هم محميزوكا دكتور مدر تقك على الإهتمام في دكتور والإنهيار والعجار التعليق دكتور الغزبال على شخص تأخذ كونجي. كو سوى كونجي فاميليال كو سوى كونجي الروفشيوني. نورمال ما ويان بان كونجي هه. طافت عم بيزة الكونجي مش. نورمال ترتاح. في سور مناج مناج مش نعتبرو حالة مرضية. سور مناج مانا فترة عادية في حياتك في خدمتك في كذا في في نبورة كوا. بي. ورتحت شوية رتحت خذيت راحة. مهم برشا لكن اذا تمتد في الارهاق هذك قادر انو يوصلنا إلى الانهاية. إلى انهاية. إلى اللغة لدبرشون. هذيك العطلة كثيرة هذيك التقادر انها توصلنا إلى حالة انهاية. كل مربوط بعد. كل مربوط بعد. بينما صف ديبرشون حالة في ديبرشون حالة مرتدي ليست secondaire على رين دو توقع ديبرشون نجب ان نسميه على لمدة جنتيكة كنت حب. كنت حب. بالويراثة. وراسية. بخصص بالويراثة نجب ان نسميه. مهم برشا ما زلنا باش نعطيه فرق بين مجموعة من المفاهيم الناس اللي قاعدين تابع فينا الكرم كل مع دكتور جميل تقطق طبيب نفساني ما زلنا بشتواس معاكم نمشيه فاصل ومبعض درجان فقط نحب نفكركم بالرقم اللي مجرع على ذمتكم 58 550 706 هذا الرقم الوحيد لنجم يخليكم تكونوا حاضرين معنا اليوم في كلام في الليل نحكيه على الانهيار النفساني مجرد لكم في كلام في الليل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا الكل يكيد ما زلنا بشتواس له معاكم في إطار هذا الموعد نذكركم بالرقم اللي مجرع على ذمتكم 58 550 706 نحكيه على الانهيار النفساني ومن نعبر عليه بالليب بيزمان لك الناس اللي قاعدين تابعوا فينا حاولنا نحكيه على نفسر الحالة المرضية بما أنه هذا مرض نفسي بالأساس حكينا على أنواع الانهيار وقلنا أنه فما انهيار نفساني انهيار الخاص بالعمل أو كيف كيف الانهيار العائلي حكينا على مختلف العوارض والفرق بين الانهيار النفساني والاكتئاب النفسي ومهم برشا حتى نعطيه وشنية الفرق بين الاثنين لنفهم برشا عبايد نيمكن تنجر متعاني مجموعة من المشاكل النفسانية ومش قادرة كيفاش تقطر نفسها قبل الفاصل اللي حكينا على الارهاق والانهيار لنحكيه زيدا بقي في إتار اختلاف المفاهيم لأنه اليوم الاستخيس ياسر عايش معنا منذ الصغر يقول لك والدي يعيش في استخيس كبير من جراء الامتحانات وإلا استخيس حتى في وصل العائلة حتى قبل ما يدخل أو يندمج في المدرسة الكبار زيدا كيف كيف في الحياة العاملية وغيره هل استخيس هذية شو الفرق بينه وبينه سرمناج الارهاق احنا عنا نشو ميديكال بير اما خقوله بش نسالحوه نفو بروتوت الاسترس هي ريكشون متاع الجسم على فاكتور دوسترس احنا نحكي نقوله استرس نقوله فاكتور دوسترس ما شقوله استرس قد كلمة استرس هي ريكشون بيولوجيك دو لورغانيزم هذك هو استرس يسيروا في الدن يعني دي زورمانو كذا انترى فاز مو شاز نتخلو في الدتايل هذك اسم استرس انت تحكي على لي فاكتور دوسترس مهم شونو سوالك سمعني سيتو الفرق بين الفاكتور دوسترس والسرمناج ليهو الارهاق لسترس قادر انو يواصلنا للارهاق لا الارهاق الارهاق مثلا الكلنا عانا دي فاكتور دوسترس انت كي تخرق سبع في تزكرا انترى فاكتور دوسترس في السركون كي تجي الخدمة سيتم فاكتور دوسترس الفاكتور دوسترس فاكتور دوسترس نيغتف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حد زيدو هذي ان فاكتور دو ستراس. ان فاكتور دو ستراس. مثلا انسان كما انا حب نرجع له للكلمة هذيك. كلي منظم ياسر. منظم. ولا موسوس. الوسويس القهري. لا مش الموسوس قهري مرض. هذي هذي البنية الشخصية بتاعه. اي. مثلا منظم ياسر. يحط الستيلو متاعه والورقة هكا يحب يلقاهم هكا. كما انت عملتك هكا جيزة ميل ترقى هذكا مش عندها موسوس. موسوسة. عي موسوس. ثم كثيرو فاكتور دو ستراس. بيانسور الفرق بينهم وبين سورماناج حاجة اخرى لسورماناج اي تان فاكتور دو سترس كون بو ارانجي باناناج مصرحوه كي من الخدمة الخدمة سيتان فاكتور دو سترس تتعب 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 ولا ذاكرة بتتعب تتعب تتخذ الراحة ترتاح بيه دونك تقريبا نفس الشي بالنسبة للارهاق قلنا الارهاق تاخد فترة متعراحة تنجم ترتاح كيف كيف ولي فاكتور دو سترس يلزم انسا دابت معه نتاقلمه نتاقلمه معنا انتي طول يوم في تونس نحكي على تونس العاصمة اللي انا عايش فيها كتذكر هابتك الصباح بتخلط البيروك لا لا با من التركلل والإشعق عليه كذا هذك يدخل يدخل في فالسفاكتور يدخل في الفاكتور ويزمك تقرال وحساب من اللي تخرج تقول اليوم أنا منيش فيش مضح لتخش مضح لتركب روحي أم سترس باني مش نخليل οργانيزم تايه ين راجيبا هسا تقريباً الإرهاق كيف كيف هذا ما ينجم يوصلون إلى الانهيار النفساني والانهيار النفساني في حد ذاته قادر أنه يوصلنا إلى الاكتئات حلقة هي في الأخير في الأخير حلقة خلينا نحكيه على العلاج بالنسبة للانهيار النفساني هل هو علاج سريري بالأساس أنه بين الدكتور ونجمونا عبرو عليه مريض 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 هنا ندخل في العوارض البدنية تو كنتي نقول لك أنا ما نرقدش نجمش تقول لي لا راكتورك يخدك ما نرقدش ما نرقدش مليح ما نقوم الصباح نقوم تعب ساعة ساعة حكينا فيها مرة المريض النفساني ولا لون طور عايش بيش يفهم اللي راو قلق هذكا نفساني ومرض راو كينا مرض لكل بتبعتها يلزمك تتعدى بالبدن دونك مثلا المريض كي يجي لعندك تطلب منه باش يعمل باش يشوف شن هو الامراض اللي عالي بيها مش هذا هذك نطلب بيشور نطلب هذك حاجة اما كي تجي تحكي مع المريض تقول له انت راكت بدلت وليتم على عصابك وكذا ساعة ساعة ما يسمعك شو ما يفهمك شو يقول لك لا انا كي العادة اما انتو ما معوجي من لا برسيبشون لا برسيبشون بتاع القلق اللي ديفيرانت هو يشوف فيك معوجة معوجة وتبدلت وكذا اما هو صحيح اذا نشوف روحو دي ما صحيح مش بشكل ايكزامبل كي تقول له انت راكت خمسة كيلو في مثلا في شهر هذي بالميزانة مش بالكلام دونك باش تقنع المريض ولا لون توراجت عن المريض اللي السيد اللي عندهم السيدة رايمة قلقة ومريضة و اي فو بسي ساساسا فر لبدا راك متر قدش راك ضعفت عندك اوجاع في المعدة واضحين انت قد خلو انت تحكي دونك هذو ما بتعمر بيه انت تحكيلي على البيلان ارغانيك اي بيسورا بلان ارغانيك في كل شي كل ما يجي هترفم على وارض نفسية اوكي اما هي المرض راو بدني كما مثلا في التيرويت اللي هي موجودة مش موجودة انا برشا نساء عنده برشا تعطي تعطي عوارض يشبو يشبو شوية الامراض النفسية وهم عوارض نفسية سيبريرا اوكي اما كانت تجي تشوف تجي تشوف احنا عنا عنا حواج نتركز عليهم بشو قولوا لا انا ماش نفسية سي ارغانيك با مي يا ان في سيستماتيكم بلسك ان بلان تا تيرويت بي خاتر ابسورتو شي لا فاما خاتر خاتر سي تريفركم دوك بسور نطلب احنا رانا وانتنكو بسيكاتر رانا تطبق بل كل شي ميش تطبق اذا غير البلان بعد اه بالنسبة للعلاج هل هو علاج سريري؟ معنتها انه شخص يجي كيما نشوفه في الافلام يرقد يتكلم يحكي فضفض فقط من غير اجلي لا يجي ما يرقد في الساحة موش يرقد معنته يتكى يتكى قصد لا لا اسعد هدكم سيدي التكنيك فم العلاج البيولوجي بي بي وفم العلاج البسيكولوجي هذك السريري تحكي لي السريري هذك اهو هذك سيتون تكنيك بارتكوليال اللي فم بعض طبا نفسانيين ومعالجين نفسانيين الى ماتريس هي الابسيكاناليسة معروفة هذك ما ندخلوش في الديتاع ايطاع هذك خطر فم ديزنديكاشون عندك زوز حواج عندك اما بشتعة الدواء اي ومعاه سمعان المريض اللي هي الابسيكوترابي تسمعوه تسمعوه الشيحكي شنوما الالم متاعه وشنوما كده وانتي فاش نجم تعاونه بي تنجم تعاونه حتى بش اسمع روحه وبش اسمع روحه رو هذا الوبيوت بي ساعة ساعة ما حان ما عشتناش بالدواء ساعة ما عشتناش حشنا كان باش نسمعوه المريض وساعة ساعة المريض يجي يحبك تسمعوه بركة ما حبش دواء ما حبش الدواء ما حبش الدواء ما ساعة ساعة انتي انتي انتونك مدسان يزمك تقنوه بشيخ الدواء خدك يقوم الاربعة ومتاع الصباح واضعاف وكذا فتنا فتنا نحن وهنا بزوان دون شي ميو ترابي لا شي ميو ترابي بالمعنى للا السرطاني مش لعبيت تفهمنا شي ميو ترابي تطبق على الدواء الكل احنا احنا عشتنو لشي ميو ترابي في الدواء البيولوجي بش نعطيه حرابش لا لا مش مشكلة بش نعطيه حرابش الحرابش فاذك يزمك تفسر المريض ايش قاعد يخص. قاعد الجنرال يخافوا من الدواء. اي. يقول لك شو نستنس به. يقول لك مخدارات. يشقع في حالة ادمان. اي. وش يتقول في حالة ادماء. يزمنا نفسروا لو احنا ما نعطيه مش الدواء بتاع ادمان. والادمان اذا كسيتان فوق ادمان ما هوش ادمان. حسنو. تفسر المريض. كان نفهم المريض متاعك وجه تسعين في المئة مش تسعين. تسعة وتسعين يفهم. بي? تسعة وتسعين يفهم اللي يراه في اللي كالي حاشتون بالدواء. وفما ليجي. ليجي. اقول لك دكتور انا ما نحبش دواء. انتي انتو كمينتسان ووزالي يفعلوا. فما ناس ما تعطيه مش الدواء. قادر انك تقيم الحالة المرضية. اذا هي انستاد افنسي. وكتاب. انتو تكون افنسي وما حاشتش بالدواء. مش انتي والحال. على حسب الحال. اكيد. اه. هذي يرجع التقييم للدكتور. اكبر حاجة هي اللي كوت. وكيفاش تعاونوا المريضة. رو سع سع في كلمة. في كلمة. في 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 دو ترى سيانس. تنجم تعاون. خاتر هو خاتر هو يبدو مذبذب. مش فهم. فما حويس كيسان فلو في مخه. على خاتر هو متقلق. انتي هذيكك الفلو. الفلو. باش تغرب له. اي. باش تنير له طريق وينارة التاريخ. بقى بقى. فمبرشة ناس يقول لك راهو. بقى حتى هذي قلت هالو. البو. البو. والله دكتور حكيت هالو الحكاية. فهمت. قلوا لا راهو كي يحكي هالو. بمشكل ما تحكي هالو. انتي بقول ليش قدامه هو. فهمت. اه. اكيد. اكيد. تكور دو. بي. مشكور دكتور اكيد مازلنا باش نتواصل معكم الناس اللي قاعدين تابعوا فينا ثمانية وخمسين خمسة مية وخمسين سبعة من يو ستة. وقت الاخبار اتقدموا زمي له هيفا تويتي ثم عندكم موعد مع ايا فام سبو ومحمد الهادي بخوش ورجعي مشا تواصل مع كم في كلام في الليل.